عدنا من جديد فازت وزارة الغرف والشؤون والممدسات الإسلامية بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز عن فئة الموظف المتميز يسعدنا أن نستضيف اليوم المؤذن يوسف الصيداوي وهو الفائز بالمركز الأول لفئة الموظف المساند المتميز نحكي لك صباح الخير و ألف مبروك حياك الله الله يبعلك فيكم أخي مرحيم و جزاكم الله خير و شكرا لكم على هذه الاستضافة المباركة أهلا و سهلا يعني بداية لما نتحدث عن فوزك بدنا نرجع شوي إلى وراء بالزمن و نتحدث عن المتطلبات أو المعايير اللي كانت موجودة حتى يعني قدرت أنك تحقيقها أو أنك تنتسب للجائزة نعم أول شيء بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله حقيقة يعني هذه الجائزة هي بالنسبة لي فخر و هي من أكبر الجائزات التي اعتز و افتخر فيها خاصة و أنها تحمل اسم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله و رعاه متطلبات الجائزة متطلبات تحتاج إلى عمل تحتاج إلى جهد تحتاج إلى السعي لتحقيق هذه المتطلبات أنا مؤذن تمام فالآن لما كان هناك تقييم لهذه الجائزة ما بيسألوك أنت الآن عن عملك اللي أنت بتكون فيه هذا عمل أنت مطلوب منك أنك تحققه الوضع الطبيعي آه تفتح المسجد تسكن المسجد تشغل السماعة تنظف كذا هذا مطلوب منك لكن الآن ما هو الشيء اللي أنت حققته إضافة إلى هذا العمل شو عملت على مستوى الشخصي أول شيء على مستوى الشخصي ثانيا على المستوى المؤسسي الوزارة ثالثا على المستوى المحلي و الرابع على مستوى الدولي فهذه أربع أشياء و أربع نقاط يجب أن تحققها و أن يقول لك بصمة فيها الآن على المستوى الشخصي أنا سبحان الله كان عندي و هذه رسالة بوجهها لكل شخص طموح عنده هدف لكن واجه تحديات في حياته ما يوقف و ما يأس كل إنسان معرض أنه تواجهه تحديات و صعوبات توقف بينه بين طموحه و هدفه أنا سبحان الله منذ صغري كنت من الأوائل في المدرسة و كان طموحي و أنا صغير أن أكون إماما و أنا صغير يعني بذكر سبحان الله و أنا في المدرسة كاية المعلمة تسألنا يعني شو حق بتصير هذا يقول دكتور هذا يقول كذا كذا و على عينه راسي و أنا أبنائي كل متعلمين الحمد لله أنا عندما يأتي دوري أقولها أحب أن أكون إمام مسجد هذا طموحي لكن سبحان الله يعني قدر الله و ما شاء فعل أذكر في عام الست و ثمانين كان عمره 12 سنة و واجهتنا تحدي و واجهتنا تحدي صعب جدا والدي الله يرحمه كان يعمل يعني عامل هكذا يعني مياومات ليس متقاعد ولا موظف رسمي يعني بنزل بضاعة و كذا أصيبه بمرض أصيبه بمرض عضال و أجلس هذا المرض الآن واجهتنا تحديات و كنا عشر أنفار ست شباب و أربع بنات يعني عائلة و فقيرة بهذاك الوقت فأخي الأكبر مني كان شيء يسمى المترك في زمانه في ذلك الوقت يعني قريب من التوجيهي بديو يخرج من مدرسة و كنا يعني في السنة الأخيرة أنا الثاني الأصغر مني صغير فأنا ضحيت بمستقبلي و ضحيت بحياتي الدراسية و الأكاديمية و خرجت من المدرسة هذا التحدي واجهني بدأت العمل خرجت يعني هي إحدى إثنتين إما أن نمد أيدينا وعائلة المحسنين و إما لأ أن نستر أنفسنا و أخرج من المدرسة و يعني نستر حالنا و بنفس الوقت كان عندي طموح الآن أنا عندي هدف كيف الآن بدأتلع من المدرسة و بنفس الوقت يعني بدي أخرب يعني الفكر اللي عندي و مع هذا نعم خرجنا من المدرسة و اشتغلنا بالمجال الصناعي و الحمد لله رب العالمين تيسرت أمورنا و و إلى آخره و ما زال الهدف عندي و أحب القراءة و أحب الاطلاع و أحب الدراسة لأنه إحنا أمة أقرأ أصلا و هذا طموحي أني أقرأ و أدرس و كذا فبالتالي سبحان الله مشت الأيام و كذا و تعدلت حالنا و أخوي الحمد لله كبر و تعين و صار يعني يعمل و يساعد و أخوي اللي صغر مني كمان كبر و صار يعني تحسن حالنا بدأت الآن و أفكر في نفسك كيف الآن أحقق طموحي بالضبط فتح باب كان في وزارة الأوقاف طبعا ما معنى توجيهي في باب كان يسمى باب ثلاثمية و خمسة يعني على فئة ثلاثمية و خمسة مادة هذه مش على جدول تشكيلات الحكومة أو كذا موظف رسمي لا هي مقابل و أذن مؤذن أو خادم مقابل مئة و خمس و سبعين دينار بعد ذاك الوقت سنة 2008 فتوجهت و قلت الآن بدأت أبدأ أحقق حلمي فتقدمت بطلب و تقدمت للإختبار و كنت عندي قراءة و كنت يعني أجيدي القراءة للقرآن الكريم و تم اختباري و نجحت و بدأت الآن بدأت مسيرتي في وزارة الأوقاف من 2008 من هذه اللحظة الآن بدأت عندي هدف كيف أصبح إمام كيف أصبح محفظ كيف أصبح مدرس فبدأت أطور نفسي أطور نفسي صرنا نأخذ الآن الأحكام التلوية و التجويد مستويات الأوقاف يعني هذا التدريب في وزارة الأوقاف طبعا هذه من الحسن التي تحسب لوزارتنا أن هناك دور قرآن الكريم منتشرة في جميع نحاء المملكة تدرس أحكام التلوية و التجويد و تدعمها ماديا و معنويا و تفتح المجال لكل الفئات ذكورا و إناثا هل بعدها فيه امتحانات معينة أو لازم تقدم مستويات مختلفة طبعا الآن التحدي الآخر الذي كان يواجهني 175 دينار كنت أخذه و ما كانت في الرمثة أنا من الرمثة ما كانت فيه دار نموذجية تدرس هذه المستويات إلا أن أذهب إلى إربد و مواصلات عندي طموح بدي أحققه كيف الآن أنا أطور من نفسي كيف أنا محالي كيف مش أبقى فقط مؤذن لا أبدي أطور من نفسي حتى أصبح إمام هذه الإمامية لا تصح إلا من خلال أحكام التلوية و التجويد يعني إمامي أم الناس و لا يجد القراءة هذه مشكلة و لا تسمح بهذا فجهت نفسي و ضحيت في الراتب التي كنت أخذه و أذهب إلى إربد إربد حتى حصلت على ثلاث مستويات و على الإجازة و على الإشراف و فتحت دار قرآن كريم و كلفت إمام إداريا كلفت إمام و من عام 2008 إلى الآن هذه إحدى المعايير التي حصلت عليها من 2008 إلى الآن و أنا المؤذن و الخادم و الإمام و الخطيب خطيب الجمعة و مدرس لدروس القرآن دروس و عظ و أرشاد في المسجد عندي و محفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى و محفظ فهذا الآن من 2008 إلى هذه اللحظة مستمر و أنا في المسجد لوحدي نعم هذا كان على الصعيد الشخصي هذا على الصعيد الشخصي تأثيرك على المحيط المحلي كيف كان يعني دائما نعرف بأنه الإمام أو المؤذن له دور كبير في رسائله للمحيط للجيران للأشخاص اللي ممكن يكونوا مرقوا بدهم يصلوا في المسجد يعني دائما هناك دور لو بصمة بسيطة ممكن نضيفها على المجتمع نعم الآن اللي هي المسألة الأخرى اللي هي مسألة المجتمع لما أجيت على المسجد ما كان فيه مسجدنا وهو مسجد النور ما كانت تقام فيه ولا حلقة تحفيظ و لم يكن هناك أي طالب يحفظ القرآن الكريم كان هناك اللي هي المراكز الصيفية العطلة الصيفية مدة شهرين أو شهر ونصف بالعطلة المدرسية منجيبوا الطلاب مندرسهم منحفظهم شهر شهر ونصف بعدين بيجعوا للمدارس طب أنا بدي الآن بدي شيء مستمر وإحنا منطقة حدودية صح المشاكل واللي قالها المخدرات المحيط يعني أسأل الله عزيز والعافو فكيف الآن أنا أعمل تغيير في المحيط اللي أنا قاعد فيه اللي هو الحي اللي أنا قاعد فيه أول على مستوى الرمثة أو مستوى الأردن كأردن كمان نعم فبدأت من خلال المركز الصيفي هذا في هناك صورة ما بعرف أنا بعثتها أول حلقة التحفيظ كانت مكونة من 12 طالب نعم 12 طالب الآن موجودة بعثتها للأخوة الآن هذه هي بالألفين وثلاث عشر لو تشوف الآن كيف أصبح العدد كل طالب من هؤلاء الطلبة اللي بدأت بهم بدأت بهم التدريس كل طالب الآن الآن له حلقة يدرس بها آه يعني هم يصار يدر يعني 13 طالب صار في عندك 13 جلسة عم يدرسوا فيه 13 جلسة وكل طالب 12 جلسة وكل طالب له 5 طلاب الآن 60 طالب منهم من يحفظوا القرآن الكريم كامل منهم من مثل الأردن في مسابقة الهاشمية وحصل على جوائز كبيرة منهم من مثل الأردن في مسابقات دولية وحصل على جوائز كبيرة الآن أصبحوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى لأن الآن كمان لا أتوقف فقط على تحفيظ القرآن الكريم فقط أنا ما بدي حافظ لكتاب الله سارق أو حافظ لكتاب الله كاذب أو حافظ لكتاب الله غاش لا عندي كمان دروس الوعظ والإرشاد وهناك كمان خطة الوزارة يعني نحاول نطبق خطة وزارة الأوقاف من الخطط الاستراتيجية الكبيرة الوزارة الأوقاف هو ترسيخ القيم قيم والمبادئ التي تتمثل بالأخلاق بالأخلاق والقيم والمعاملات هذا الشيء نشتغل عليه عندنا في المركز أنا بدي حافظ يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى حافظ يكون مدرس وأثر إيجابي على الأشخاص اللي حوليه كمان فهذا الآن بفضل الله عز وجل المحيط الذي عندنا الآن في مسجدنا أصبح خلية نحل طلاب يحفظون القرآن الكريم يأمونا في المسجد أنا الآن أخذ إجازة أطلع بسافر الأوقاف الآن أقول لك من البديل أقول طلابي أقول لك الآن أغلب أهل الحي ما بيرغبوني أنا أقول يا شيخ خلي الآن تخلص أعطي أصوات أصوات شباب بس عشان تعطي فرصة أصوات ندية أصوات جميلة متسابقين على مستوى عالي بعضهم استعانت بهم مزارة الأوقاف أو مزارة الأوقاف بخطب الجمعة خاصة في موسم الحج يعني كذلك هذا من البنو التي أضيفت لمعايير الجائزة أن الآن أغذي مديرية الأوقاف بطلاب يقومون بالخطابة مكان أئمة يذهبون إلى الحج شيخنا أنت خرجتهم مبدئيا أنت من وضعتهم على هذا الطريق وساعتهم وكنت يد العون لهم وفعليا اليوم أصبحوا قادرين على سواء كان أنهم يقوموا يكونوا مؤذنين أو حتى يقوموا بخطبة الجمعة أو كما ذكرت حافظين وناجحين وكما فيه مسار مهني ماشيين فيه فأنت جمعت ووضعتهم على الطريق الصحيح اليومنا نتحدث عن المعيارين التي ذكرتهم أيضا هناك معيار ثالث ذكرته فيما يتعلق تحدثنا على المستوى الشخصي المحلي والآن على مستوى الأردن أعتقد أو الخارجي والدولي نتحدث عنه على المستوى المحلي هدفنا دائما وأبدا هي المصابقة الهاشمية المصابقة الهاشمية برعاية ملكية وهي من أقدم المسابقات عالميا تقام تحت رعاية جلال سيدنا الله يحفظه هدفنا في مسجد النور كيف تكون لنا دائما وأبدا بصمة وليست بصمة صغيرة بل بصمة كبيرة في هذه المسابقة نهيئ الطلاب ونراجع لهم ونمكن لهم الحفظ ونوازي بين الحفظ وأحكام التلاوة والتجويد لأنه لا يقتصر الأمر فقط على الحفظ بل على أحكام التلاوة والتجويد ربما يتقدم الطالب مثلا للمسابقة الهاشمية لا يخطئ ولا خطأ بالحفظ لكن أحكامه أحكامه يعني غير منضبطة فلا ينجح لأننا في مركزنا هذا السبب وسر نجاحنا في المركز أننا نوازي بين الحفظ والتجويد يعني بين التجويد العلمي والتجويد العملي وبالتالي بفضل الله عز وجل من يوم ما بدأنا في هذا العمل إلى هذه السنة في كل عام تكون لنا حصة الأسد في المسابقة الهاشمية على مستوى على مستوى المملكة وفي أحد السنوات يعني تشرفت يعني وهذا تكريم واعتزبي أنني كنت من المشرفين الذين تم تكريمهم من قبل معالي وزير أوقافي السابق على ما حسب معلوماتي وذاكرتي وعال عربيات كرمني كأفضل مشرف يغذي المسابقة الهاشمية بطلاب وهذا وسعم على مستوى الدولي أنا بدي أعرف المتوقع أعرف الدولي لأنك أنت تأثيرك كان يعني بدأت من الصفر خلينا نتحدث من الصفر من لا شيء وبدأت في المسجد أيضا من الصفر يعني تأثير المسجد كان أو النشاطات الموجودة لا كان يوجد أي نشاطات بنيت كيف نحكيها طوبة على طوبة حتى تبني هذا يعني الأسس أو هذه الطريقة نتحدث عن المستوى الدولي أنا مشوق أعرف شو أثرت المسابقات الدولية نعم لأن المسابقات الدولية كانت من أحد خططنا دائما أنا بقول أي إنسان ناجح أو بدي يصل لابد أن يكون له تخطيط مسبق فكر مسبق أنا حكيت لك من الصغر أنا أندي كان أندي هدف كيف أصل لهذه المرحلة أصبح إمام أصبح محفظ أصبح خطيب للجمعة أخذ دورات في الخطابة وصرت أعلم طلابي فن الخطابة أخذ دورة معهد الملك عبد الله التميز أخذ دورة في فن الخطابة أنا كيف بدي أدرب طلابي على الخطابة وأنا ما معي دورة لا أخذ دورة جهت نفسه أخذ دورة بنيناهم من لا شيء تمام الآن على المستوى الدولي ما بيتأهل أي طالب مش أنا بأهل للمسابقة الدولية الوزارة الأوقاف بتأهل من خلال المسابقة الهاشمية فعندهم الآن تغذية راجعة أي طالب ينجح في المسابقة الهاشمية وكان يعني مبدعا صوتا وأداءا وكذا يؤهل للمنافس على المسابقة الدولية أنا كان عندي هذا الهدف ودائما أقول لطلابي ابدع في المسابقة الهاشمية حتى نصل للدولية ما نبقى في محنة نحن بدنا العالمية بالفعل الحمد لله رب العالمين يعني بذكر بالألفين وتسعة طعش الوزارة كانت تبحث عن طالب دون اتناشر عام حتى يمثل المملكة في مسابقة الكويت الدولية وهي خاصة بصغار الحفاظ تشترط لمسابقة الكويت أن يكون عمره دون اتناشر سنة فعملوا تصفيات واتصلوا فيها طبعا وبعثنا لهم أحد الطلاب ما شاء الله كان متميز اختبروا ما أهلوا مباشرة لا اختبروا اتأكدوا من حفظه أهلوا لمسابقة دبي كنت مرافق معه حص المركز الخامس على العالم نعم بالألفين وتسعة طعش كان عمره تسع سنوات يا الله تسع سنوات العام هذا هذا العام تم ترشيح نفس الطالب لمسابقة بنجلاديش الدولية مسابقة بنجلاديش من أكبر مسابقات يبتعى في البنجلاديش ما شاء الله يعني حفاظ وكذا فحققنا المركز الرابع هذا العام نعم فيه تقدم يعني فيه تقدم الآن وبالتالي كذلك يعني حصلنا مثلنا في مسابقة مصر مسابقات ليبيا شاركنا في مسابقة ملك عبد العزيز ثلاث مرات مسابقة ملك عبد العزيز الدولية شاركنا في مسابقة تونس الدولية أكثر من حوالي عشر مسابقات دولية انطلق طلابنا من مسجد النور الذي لم يكن فيه حافظ واحد إلى العالمية ما شاء الله يعني أنت مصدر إلهام الحمد لله وفعلا فخر لإلنا جميعا ودائما نسعى أن الإنسان يكون عنده تأثير في مجتمعه أو رسالة يؤديها بحياته أنت وجدت هذه الرسالة الحمد لله وبدأت في هذه المسيرة واليوم حققت الحلم الذي كنت تسعى لإله الحمد لله نشكرك نشكر وزارة الأوقاف أيضا على كل جهودها وأنا في النهاية حب أعرف شعورك لما ذكروا اسمك وتكرمت من جلالة الملك يعني شو كان شعور تجسيد لكل هالتعب اللي عشته بهالسنوات السابقة والله أشوف بداية أنا قبل أن أقول لك شعوري شو كان أنا مجرد مشاركتي وترشيحي لهذه المسابقة وهذه الجائزة هو حلم كنت أتابع كيف يطلع الفائزين والكرم تحضر أقول معقول أنا أصل لهذا الشيء كان يعني حلم هذا إني أصل ولكن كنت أعمل وأشتغل بما يرضى الله سبحانه وتعالى وهذه الرسالة أقول للناس زمين اخلص العمل لوجه الله تعالى اخلص العمل والله عزيزي يسهل ويمحد عندما بشرت بالمشاركتي بداية لهذه الجائزة اتصل علي عطوفة مستشار مع الوزير دكتور مراد الفائل والجهل وتحيية وهو المشرف على هذه المسابقة في وزارة الأوقاف وحكى لي يا شيخ احنا رشحناك للمنافسة على هذه الجائزة قلت له أنا قال أنت أنت عندك مبرابج عندك ما شاء الله وحنا متابعينك شوف وزارة الأوقاف بتتابع ووظفيها وهذا يحسب لي وزارتنا الله يزاهم الخير يعني بتابعوا كل صغير وكبير وبيدعمونا بكل يعني وزير الأوقاف أنا حكى لي قال لي دور القرآن الكريم لها كل الدعم المادي والمعنوي يعني هذا يحسب لوزارتنا فلما بشروني بدأت يعني هناك يعني ثقل كيف الآن أنا الآن بدي أشتغل حتى أبيض وجهي وأبيض وجه وزارتي نحضير بدأنا نحضر وبدأنا نجحز وبدأنا كذا وكتبنا وكذا وساعدونا الله يزاهم الخير ومدير أوقاف الرمثة ممثل بعطوفة مدير أوقافنا ما شاء الله له كل التحية والتقدير يعني ما ترك جهد من جهد وجهد إلا إيش إلا وسخروا أمامي حتى وصلت إلى هذا وذكروا اسمك طبعا الآن طبعا دعونا للمسابقة لحضور التكريم لكن ما حكونا مين الفائز لما وصلنا هناك طب مين الفائز مين كذا حتى أجاءتنا المشرفة على هذا ما حكشف قالت وين الشيء الصيداوي قالت هنا نعم قالت أنت قالت هنا نعم قال أنت الآن سيدنا رح يكون واقف هناك والولي العهد فأنت رح تطلع تسلم عليه مجرد ما قلت رح تسلم عليه عرفت أني نعجح فكان يعني شيء لا يسعى ما شاء الله عليه نشكرك على وجودك معنا اليوم نشكرك على كل الإنجازات التي قدمتها وفخورين فيك تحية لكل أشخاص متواجدين معك وليسانة وكل الشباب الموجودين في المسجد تحية لهم ويعطيهم ألف عافية ونفخر فيهم أيضا وشكرا على القدوم حبيبنا الله يبعث جزاكم الله خير شكرا لكم اشتركوا في القناة